بالمناسبة يعني طبعا كمان لعبة النادي الاهلي عندهم الفترة الجاية مواجهات مع المنتخبات المختلفة ده اكيد حيأثر وكمان عشان كده النادي الاهلي بعت خطاب لرابطة الاندية المصرية المحترفة بيطلب فيها تأجيل مباراة الاهلي في كأس الرابطة اللي هتقام خلال فترة التوقف الدولي عملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الاندية المتنافسة واتساقا مع بنود لائحة المسابقات الصادرة عن رابطة الاندية المحترفة نظرا لانضمام اكتر من اتنين من لعبة النادي الاهلي الدوليين للمنتخبات المختلفة خلال فترة التوقف بالمناسبة تلقى كل من الجنوب افريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم اضافة الى انضمام سبع لعيبة هما محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية وحمدي فتحي وحمد عبدالقادر ومحمود كهربا حينضموا كلهم الى معسكر المنتخب الاول اللي بيستعد لمواجهة ملوي ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الامم كمان انضم الرباعي حمز علاء ومحمد اشرف واحمد نبيل كوكا ورافة خليل الى صفوف المنتخب الاولمبي طبعا كل الغيابات دي اكيد في صفوف النادي الاهلي بتتعارض مع كل قواعد العدالة في الوقت اللي بيتمتع فيه غالبية المنافسين في نفس البطولة بتواجد كافة عناصرهم ففكرة تكافؤ الفرص لازم يكون متحقق حتى من باب العتل يعني ده كلام اعتقد ان هم يعني ما يزعلش حد ابدا بعكس تكافؤ الفرص تكلم في القوانين تكلم في المبادئ فاعتقد دي حاجة نتمنى ان هي فعلا تتم او تطبق في الفترة اللي جاية احنا في امس حاجة زي ما كنت بقول لحضراتكم